كيكة البرتقال او الماندارين او كيكة بالشوكولات وحدة نسيك الثانية وبمكونات كلها صحية بدون دقيقة بيد ولا زيت نباتية السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة كيف معودكم من الوصفات الديدة والصحية في النفس الوقت وبعد ما قد عليكم واحد شوية انا رجعت لكم بوصفات او اقتراحات رائعة والديدة وصحية وقوية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم واليوم جبت لكم وصفات للقوتي او الفطار لوليدات المدرسة او لحتى العمل ومجوش انواع ديال الكيكات بمضاقات مختلفة تماما نوعي بهم المائدة ديالك والاهم انهم ساهلين وصحيين ونبدو اول كيك اللي غدي نحضروه بشوكولاتة ونخليكم مع المقادر وكيفية تحضير وهنايا عندي واحد الكيمية ديالشوكولات ما بين 120 محاكة 140 قرام من الاحسن يكون شوكولات نوعية جيدة يعني تكون في نسبة كاكاو عالية 55 اول اكتر عندي هنا ربعة ديال البيضات بدرجة حرارة المطبخ من الاحسن ان يكونوا خارجين وهنايا بنسبة لدقيق الابيض انا عودته بدقيق الشوفان هنا عندي ثلاثة الكؤوس من قياس ديال العنبا هاد الكأس راكي وزن نفس القياس ديال العنبا انايا اطحنتوا في المنزل هاكا اطحنتوا في الدار كتاخدوها كرقائق وكتطحنوهم راكي يطحنوهم بكل سهولة بالنسبة للزيت عندي هنا كأس الى ربع من زيت الزيتون قبيسة ديال الملح واحد صشي ديال السكر بالنكهة البانيلا هنا عندي جوتلا كياس ديال الخاميرات الحلويات من وزن 7 او 8 جرام وهنايا عندي شوكولات حبيبات وواحد الكيمياء ديال اللوزي فيلي نحتاجه من التزيين والتزيين ديال ما يبقى اختياري بالنسبة للتحياء انا غدين نحلي بالعسل طبيعي ونحتاجه واحد نصف كأس ديال الماء طيب يعني كأس الاروب من قياس العنفة ديال الماء يكون طيب سنأخذ هذا الشوكولات ونقطع قطع صغيرة على هذا الشكل سنأخذه واحد الكاسرونة ونضيف فيها الشوكولات ونضيف عليه هذا الماء يكون غليان طيب وكتبقى وتحركوها كي على هذا الشكل يعني خليوا غدقي قولة جول صفي وكتبقى وتحركوه كيدو بلا ما بغش يدو بلكو كتقدروا تديروه فوق حمام مريم او لديروه نشان على النار وما كيتحركش هنا هي كمية ديال العسل اللي غديت تحليليه هالكيك انا نضيف داتة الماء ونتم تحليه ركيبا لكم الاختيار في الكمية اللي غديروه احتى كيمكن لكم تعاوضوا بالسكر لما عندكم مشكلة في السكر ديما كنقول لكم ان اي حاجة ممكن تعاوضوها سوى الدقيق سوى السكر سوى الزيت لما متوفر عندكم زيت زيتون تقدروا تستعملوا الزيت العادية اي زيت نباتية وفي طبيعة الحال اللي بغتو الوصفة تكون صحية اكتر خليكم في هذا المقادر المهم انا خلطت الخليط مزيان وخليتها كعلى جن هنا يخليتها واحد لوبول وانضرت فيها اربعات البيضات قبيسة الملح هذا الكيس بنكهة الفانيلا ونخلط الخليط مزيان المهم هنا هالخليط غيبا لكم صفر بزافرة مع البيض بلدي اذا كشيش كيبقى صفر يعني مكتحولش اللون ديالله نغمال منتو ما غدينت تحولو طلعه حتى يبدأت تبدليه اللون ديالله من بعد هنا يكن نضيف الزيت تدريجيا مع التخليط المستمر نضيف الزيتون تدريجيا مع التخليط المستمر كيف يمكن ان تخلط طلعه بالطرابل يداوي لا مشكلة بعد ذلك نضيف الخليط الشوكولات بالتدريج بالتدريج و بالنسبة لخليط انا نضيف جوش المعالقة كاكاو بودر من الاحسن تكون نوعية جيدة انا نضيف الخليط جيد ونضيف دقيق اي دقيق شوفان هذا زلفار حزلي هنا جوش الكووس و دائما نضيف دقيق تدريجيا يعني لا نضيفه هنا بالنسبة لكأس تلس انا سنكمله قبل خلاط اليدوي و هنا نصف الثاني سنضيف الخميرات الحلويات مع البقية ديال الدقيق كيف تدريجيا هنا بالنسبة لكأس تلس سنضيف نصف كأس في المجموخ ثلاثة كؤوس و نصف هنا بالنسبة لكأس لا يجب ان يكون تقيل بساف الثاني لن تشرب الخليط هنا الخليط سأخذها بشجاجة طويل و نضيفه بشجاجة و نضيفه بشجاجة و نضيفه بشجاجة سأخذ الكيكات لنصفه و نضيفه بشجاجة و سأخذ المجموخ و نضيفه من ذلك سأخذ المفتل و سأخذ المطفل و نضيفه من 3 و 35 km و نضيفه و نضيفه و تحضر الكيكات الماندارين المكوين الرئيسي في هذه الوصفة هو الماندارين يجب علينا مضاق و رائحة مميزة في الكيك و احتى غني بالفيتامين السي اللي كنعرفوا انه مقاول جهاز المناعي ولا شما استغلوش بما انه موجود بكثرة في هذه الايام وبتمن مناسب كذلك هنيا غدي نحتاج دقيق الفرينة عندي هنيا جدي الكؤوس في زلافة غدي نحتاج لتادي البيضات انا استعملت البيض بلدي كيمكن لكم تعاوضوا بالبيض العادي من المشكلة و انا بالتحلية انا ارقدت هنا ايو 10قل مميزة حلوة 10قل 5قل 1قل 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 اضافة ملحة ملحة ونكهة الفانيلا اضافة ملحة والمكسر اضافة ملحة اضافة ملحة ثلاثة البيضات اضافة ملحة اضافة زيت ذهبك نستمر الخليط نضيف الرسل تدريجيا ثم نضيف السلطة يجب الكؤوس من قياس العنبة نضيف السلطة ثم نضيف كمية الخليط نضيف خليط تفاح ثم نضيف الخليط ثم نضيف نسب كأس القياس العنبة ضفت لي كذلك وحط المعلقة ديال القرفة ضفت لي هذا القرقع اللي قطعته قطعة صغيرة كذلك المشماش وزبيب اللي مقطعين قطعة صغيرة سوف يخلط الخليط ديالي هكاية على هات الشكل وكتاخدوا واحد طاوة ديال الفرن او لمول ديال الفرن اللي كتدهنوا بالزبدة مسبقا وكتكبوا في الخليط كيكون الفرن رهد رهد داجا سخون يعني داجا مدخله للكيك الاخرى هنا كما كتشوفو انا يخرجها وغد يندخل الكيك الاخرى في بلاصة نضيف سمتلك تهياء واختل طيب تهياء تهياء 30 أو 35 دقيقة نضيف سمتلك تهياء وغد يدوز للكيك ما خرجتا سنخذها قليل شوكولات ديسير انا اخذت هذا اللي فيه 55% كاكا سنخفوه بشوية اللي حليب سخون ونضيف خطوط ملفق على هذا الشكل كما كتشوفو هذا هو الشكل الكيك ديالنا بالشوكولات يأتي على شكل براونيز حتى الماداق يجي بحل براونيز وخا هو مستعمل في هذا الدقيق بكترة يوجد ماداق معلك من الداخل والشوكولات طاغي على الكيك نتمنى بفعل انكم تجربوا وينال اجاب ديالكم ونطلقوا باش نشوفوا الكيك الثاني بعد ما نخرجوه من الفرن وبالنسبة الكيك الثاني هنا بعد ما خرجتوه من الفرن كما تشوفوا معي انا يقلبتو هنا في واحد الطبق ديال التقديم ونسقيها كغيب واحد شوية ديال عسل مخفف مع الماء إلا بغيتوا تقدروا تسقيه بالبرتقال ولكن لا نصحكم اصلا هم استعملوا فيها التمار يعني التمار راك يعطيهم لداخل واحد الفزوجية واحد تعليقه صافي وذلت لي هكا واحد شوية ديال اللوز هكا يليم هرمج كيمكن لكم تزينوا باي حاجة عندكم وصافي كانوا هما دوهم الكيكات ديال اليوم نتمنى انكم تجربوهم وينالاعجاب ديالكم فعلا كيكات كيجيوا رائعين لدادين ومذاقات مختلفة تماما وكننقول لكم استغلوا البرتقال ما حدوء موجود وكانوا هذا ملق ترحات ديال اليوم او الكيكات ديال اليوم كيكات شوكولات وكيكات البرتقال نتمنى انكم تجربوهم وينالاعجاب ديالكم اذا اعجبكم كيف العادة لا تنسوا ارتفاق تجيوهم مع الناس التي تعرفوه وخليوا لي احد جاي من الاشتراك في الفيديو ولكن انتو اشاهدون اول مرة لا تنسوا اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش تواصلوا بكل جديد فيديوهاتي خليتكم في امان الله مع السلامة اشتركوا في القناة